المبارح طبعا كان فيه يعني تهاني كتير جدا ترجمة حالة الفرحة العامة الموجودة عند عموم المصريين سواء كان من الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا برئاسة الأستاذ جمال علام اللي هنى الشعب المصري كله بتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس 2024 متمنيا دوام التوفيق والإنجازات للكرة المصرية وكمان من خلال دكتور أشرف صبحي وزير الشباب بورياضة اللي نقل للبعثة تهنئة القيادة السياسية وقال نصا الجماهير المصرية تقدر جهدكم الكبير والتأهل لأولمبياد باريس والوصول إلى النهائي القاري وأتمنى مواصلة اللعبين للتركيز وتقديم أداء يليق بكرة القدم المصرية في النهائي ونسعى لتقديم أداء قوي في الأولمبياد وليس التمثيل المشرف كما يقال دي كانت تهنئة السيد وزير الشباب والرياضة بس التهنئة كانت موصولة زي ما بتقال يعني أهمها طبعا تهنئة العديد من الجماهير والشعب المصري للمنتخب الأولمبي اللي أكيد هنرجع نقول تاني أنا مفروض يكون عندي تارجت أنا كرياضي في أي رياضة مصرية كرة قادة منتخب أولمبي أي رياضة إن كانت لازم يكون دايما حتى التارجت إن أنا ورايا ملايين من المصريين حيسعدوا لو أنا فعلا إريدت إنجاز كبير أو جديد لرياضة المصرية في أي محفل دولي فده بيبقى ضغط كبير جدا على أكيد كل لاعب في أي رياضة لكن هو ده الوضع هو ده الحال أنت عندك دعم أكتر من مئة مليون شخص فده لازم يكون دايما في دماغ أي بطل بيمثلنا في أي بطولة كانت ترجمة نانسي قنقر